هناك مباراة الزمن مع هذه المباراة مباراة امبي وزد في استاد بيترو سبورت زميل عزيز حتم فتح الله ماذا عن هذا اللقاء والمحاولة لعودة الانصارات مرة اخرى لكل الفريقين بعد ان خسرة في الجولة الماضية تحاية لك زميل عزيز كابتن تامر صاروة تحاية الكل مشاهدي اون تايم سبورت في كل مكان من استاد بيترو سبورت اجواء وكواليس الجولة 31 من مصابقة دوري نايل اللي بتجمع بين فريق امبي وفريق زد افسي لو خلينا كلمة على فريق صاحب الارض النهاردة فريق امبي يمكن كابتن سيد ياسين كان لي معسكر مغلق بالامس مع اللاعبين تحدث معهم على يعني عايز يواصل سلسلة الانتصارات اكيد ويحسن وضعه في جدول الدوري يمكن كان بيطالب اللاعبين يعني بزل جهد كبير جدا في هذه المباراة بالرغم ان هو عارف يمكن فريق زد افسي فريق قوي ويمتلك هجوم اكتر قوي اكتر بكتير ويمكن هو حرس على معالجة السلبيات والاخطاء في المباراة السابقة وايضا فيه مباراة سموحة اللي خسر بها هدفين مقابل لاشي وعننا حال اخرى يمكن زيد افسي مدير الفن كابتن مجدي عبد العاطي يمكن زيد افسي وصل فيه حوالي الساعة السابعة ثم نزله الى ارضية الملعب بتفقدوا ارضية الملعب مع كابتن مجدي عبد العاطي كان بيتحدث مع اللاعبين وبيكلم الشرك الدفاعي مش عايزين اي اخطاء النهاردة يمكن فريق امبي بيلعب على الكرات العرضية مش عايزين اي اخطاء في مباراة اليوم عايزين نقطن سلاس نقاط مهمين نقدر نحسن وضعنا في جدول الدوري فترة التوقف لفريق زيد افسي يمكن خاض مباراة ودية امام فريق الداخلية اللي انتهت بالتعادل الاجابي هدف مقابل هدف ابرز الغيابات في فريق زيد افسي هو علي لطفي للاصابة وايضا احمد زاكي الوقوف ثلاث انزارات كابتن تامر ساقر يمكن دي اجواء والكوليس هنا من استاد بيترو سبورت والان الكلمة تعود اليك مرة اخرى تفضل